فين يعني فين كابتن أشرف شاكر ولماذا هذا الابتعاد والغياب عن الميكروفون وعن التعليق؟ أنت موجود وكل حاجة بتتحل هي كانت بس وعكة صحية شوية والخلص عدت الحمد لله ويعني أمريكا جمال قوي أم أوتو أمريكا يعني عالجوني كانت حاجة اللي هو هارت تاك ومن السترس وكده ولكن خلص الحمد لله عالجوني كانت قوي يعني الحمد لله أنا بيت أحسن من الأول يعني الحمد لله طيب ينقصنا هو جاهز جاهز يا أهيم وجاهز هو ده بقى هو ده اللي أنا حسأل عليه ينقصنا بقى أن كابتن أشرف شاكر يرجع عليه التعليق مرة تانية حضرتك جاهز بقى إن شاء الله بإذن الله أنا جاهز بس جاهز في حاجات بقى يعني أن أنت هتتخط شوية اتفضل وأنت أنا تعودت دايما في شغلي أو في الأعلام أن أنا فاير يعني في حوار وخدوهات اتفضل وبأسعيد قوي أن أنا طالع مع أبراهيم فاير لأن أنت كده أنت بقى شغلتك أنت راجل آآ آآ دارس يعني مش مش واحد مزيع كده آآ بالفطرة أو آآ بيقادي لا أنت بقى راجل شغلتك دارس ألام متمكن قوي في المانا بتاعتك بنا بقى بنا بقى بقى أخد راحتي هم تفضل هاخد راحتي في الحوار وهيشرفنا أكيد تاجة لفني تفضل فأنا يعني عايز جاي تجناهي حاجة لمصر يمكن الناس كلها تتخض من الكلام إنما أنا جاي هجيب كاس العالم لمصر كاس العالم؟ أنا مرة تانية أبراهيم كاس العالم اللي جاي اللي في أمريكا وفي المكسيك وفي كندا هجيب كاس العالم لمصر وإنا عارف أنا بقول إيه وأهد كلامي وأنا فتوة بالنسبة لفرق العالم وما بخافش بص إبراهيم تفضل أنا عامل أكتر من 10.000 مباراة دور إنجليز 12 سنة الدور الألماني 12 سنة الدور الأسباني 12 سنة الدور الإطالي 12 سنة خد خد معاهم بقى الدور البرتغالي النمساوي البلجيكي الدور الياباني الدوريات العربية الدور السعوية كل ده كل تصفيات ما سبتش حاجة إبراهيم حبيبي أنا الماتش أنا بالنسبة لي في شغلي أقوى من المدرب لأن أنا عايش مع الماتش 90 ديام ده حقيقي كل ثانية بتحصلت الماتش خلاص أنا جمعتها ما في جملة تكتكية اتنفذت اللي ما خلاص عندي الحمد لله ونفضل نفتكر لك الوان سري الله أكبر حلوة أو الوان سري دي لأن هجيلك فيها دلوقت بالنسبة للمنتخب السعودي هجيلك فيها دلوقت ففي كم جملة تكتكية وجرعة تكتيك عالية جداً أتمنى يعني بتمنى أن توصل للعيبة منتخب مصر اللي هم أحسن مهارات في العالم هقولها مرة تانية يا إبراهيم أفاي لعيبة منتخب مصر أحسن مهارات في العالم إنما مظلومين لأن محدش علمهم حاجة احنا عندنا أعظم لها في العالم محمد صلاح ما فيش مقارنة ما يتقردش بحد وبالرغم من كده إحنا تلاتين سنة ما بنوصلش لكاس العالم لما وصلنا لكاس العالم اللي فات طالعين الأخير أصر عاديم في العالم بيعمل الميسنج بنفقد القورة وبسهولة جداً فأنا هجيلك في حاجات معينة دلوقتي حاجي في ماتش السعودية وبولندا وهحتصر على قد مقدر تمام إحنا كعرب فرقنا ممتازة مهاراتنا عالية جداً إنما عندنا نقطة معينة مش عارفين نعديها عند لفل معين بنتوقف بندور زي السين سيركل جينا في ماتش بولندا السعودية عملوا إنجاز رائع في ماتش الأرجنتين تفوق مية في المية إنما كلها حلول فردية مهارات فردية لعيبة مستوى عالي جداً وروح قتالية جيه في ماتش بولندا هقول باختصار المدرب قال إن ده فريق والبلز اللي هو بدنياً عالي أوي أيوه تمام طب إنت عملت إيه؟ عشان الالتحام أو التاكلينج معاهم أي التحام لصالحهم عايز تتجنب ده تتجنبه إزاي؟ أفويد بالضبط إنت لو اللي حصل إنه راح ألتحام معاهم هم أقوى طيب فأنا هنا بأتكلم في جملة صغيرة جداً نقطة فنية لعيبة المنتخب السعودي محدش علمهم حاجة هو بيعلم نفسه بنفسه ثمان مرات بيوصل قبل منطقة الجزاء وبينفذ المهارة الهجومية بتاعته بيعمل الميسنج للنفسه فوق العرضة جنب العرضة بيخلص طب إيه المانع إنك تعمل دريبلينج وتخش جوه منطقة الجزاء الهجومية يبقى هنا إنت بتعمل إيه؟ أفويد إني هو نحي البدنيا بتاعته إنت لغيتهانه خالص لإنه مش هيقدر يعمل تاكلينج معاك مش هيقدر يقابلك وإذا قابل مبروك عليك لإن أنت يمين فوت شمال فوت خلاص خدت البناء حتى دي نصيحة بقولها ليه عابتنا ما تقابلش وما تديش ظهرك ما تقابلش وما تديش ظهرك هنيجي لعابتنا نجومنا في جاس أفريقيا أي من أشرف ده لعيب كبير قوي بس راح عمل قابل في ماتش المغرب صحيح محمد عبد المنى من أعظم المدافعين في العالم راح قابل في ماتش السنغال جابنا هنا قاعدة بحفاظك وبعلمك حاجة ما تقابلش وما تديش ظهرك دي بقولها للمدافعيننا فأنا هنا يا ابراهيم حاجي لنقطة آآ أنا بقول لك خش جوا منطقة الجزاء وعمل دريبليج طيب النقطة التانية بقى انت جوا منطقة الجزاء ده انت معاك كينز انت معاك يعني أنا بتكلم باشتنب بالأسلوب العلمي بالأسلوب الفني بالأسلوب المهاري بالأسلوب الخراطي دخلت جوا منطقة الجزاء فيه الزام هنا بقى هتعمل حاجة اسمها ايه من خمسة لعشر ثواني انت اسمك هنا ايه هتعمل اللي هي بالانجليزي صح كده ابراهيم نظبوط انت جوا منطقة الجزاء يبقى المدافع والمدافعين وحارس المرمى اسمهم ايه هاتشنج اويني هاتشنج اويني هيستنى وينتظر لغاية ما انت تنفذ المهارة اللجومية هيبتده هو ينفذ المهارة الدفاعية خدي بقى حتة علمية صغيرة صد انت لما بتخش جوا منطقة الجزاء انت بتاخد عينه اللغة البلدي بتاعتنا كل المدافعين وحارس المرمى عاملين اسموت الشعاع البصري بتاع العين باصص للكورة صح كده البورة بتاعته الكورة فانت خلاص خدت عينه طب لو استنيت 5-10 seconds الشعاع البصري ده هو اللي بيدي اللينك او الاشارة او التنبيه للعضلة اللي هتأدي المهارة الدفاعية او للاعصاب الحسانة الحركية اللي هتأدي المهارة الدفاعية حلو دي واصلة دي ولا اوضحة شوية واصلة يعني انا خدت عينك هكا مدافع وكل المدافعين الاربعة وحارس المرمى العين هي او الشعاع البصري ده اللي بيدي الاشارة للعصاب الحسانة الحركية اللي هتأدي المهارة نحين الدفاعية بعين شوف الكلام شوف الجمال الدفاعية انا اكبرت انه بقى مدافع لما يشوفها لما العين تجابها فهتبتدي انا اوتوماتيك بتحكم في الشعاع البصري بتاعه بتحكم في عينه انا اوخد عينه مثبته من 5-2-3 ساكن يبقى اوتوماتيك انا بتحكم في العصاب الحسانة الحركية اللي هتأدي المهارة الدفاعية هيبتدي انا نفست المهارة الدفاعية خلاص لعبت المهارة اللي جمية بتاعت تنفستها في جزء مستانية واصلة دي يا ابراهيم واصلة لو في حاجة وقفني وقفني وعيدها يعني لو في حاجة مشغولة انا بس مستاني حاجة تكمل الفكرة كلها لان انا لسه لحد دلوقتي مشغول حضرتك طرحته في الاول لما قلت هتجيب كاس العالم لمصر 20-26 فانا ازاي 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 اي مسمى اه سلمني المنتخب اه وانا بقولك هجيب كاس العالم اللي جايب بقسم بالله العظيم وصادر ابتي هجيب لمصر هسلم كاس العالم للرئيسي حضرتك تبقى المدير الفني المنتخب مصر وتجيب كاس العالم ربط كده انا اه انا دلوقتي دي شغلاتي انا دلوقتي كنت داخل في جزء اللي هو دكتوراه في تيكتيب كورت القدم وفي التأديت المهارة واستخدام الاسلوب العلمي اللي هو السيكولوجي بين اللي حالي تقسم على الهواء كابتن اشرف ده 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 قسم تجيب كاس العالم يعني نكسب كل ده قسم علي كده احنا مش عارفين نتهي القصل لكاس العالم نكسب كاس العالم ده جزء من كل يعني ما هو ده ده البهيفير اللي عندنا اللي حطوه فينا يا ابراهيم من زمان تمثيل مشرف بنوصل بصعوبة لا 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 فيه اسلوب علمي دلوقتي درسه كواس جدا خدت الخبرات بتاعتي العشرة تلاف مباراة طضعت بالجرع التكتيك عالية جدا جومة التكتيكية عالية جدا عشان كده انا في اول البرنامج قلت لك اتحمل ابراهيم انا كل ده عصنا كل ده لسه مكمل مع حضرتك على جزئية التعليق فلاحك بتتكلم في جوانب كلها تكتيكية فنية فشغل بالي ارجع ليه الجزئية الاولانية جميل اه انت استاذ حضرتك 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 اذا تعمل في حقل التدريبي في امريكا لأ انا انا بدرس انا الوقت دارس اه وانت هخش في الدكتوراه في التكتيكس وفي خطط اللعبة ان انا بعمل عايز منتخب مصر اوصل لان اسرعتين في العالم بياخد كورة بنوصل بالماثنج كويس فانا عايز افويد عايز اعالج الحاجات دي لان مهاراتنا عالية جدا طيب